لما الأهل بيبدأ بأفشة وإمام عشور يمكن انت قلتلي في بداية الحلقة ساعات بيكملوا مع بعض المباراة لما بيحصل تغيير لكن المراض الاتنين بدأوا في التشكيل الأساسية وانت شايف نوجد نظرك فيه قفلة في طريقة الأداء في وسط الملعب لما بيكون موجودين مع بعض هو واضح جدا من مباراة المباراة أنا بقيس على مقش مباراة اللي المباراة كان هم أسسيين وكان واضح جدا 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 في أوقات كتير مباراة طبعا نحب نتكلم من أفشة فضة في الملعب ديها 80 مضبوط طبعا أزمة خط وسط الملعب داد الأهل لما رجع مقش مباراة محمد هنلقن في أوقات كتيرة اللي أفشة وإمام عشور بيروخوا لنفس المنطقة وبالتالي انت هنا بتخسر بتخسر مناطق كتيرة ممكن تلاقي فيها حلوة دايما واحدة من النقط اللازم يريد الفاني ياخد بانه منها هي تشابه أداء لعيبة خط الوسط مع بعض تعالي نعمل فلاشباك كتا أيام جوزين خط وسط الناد الأهلي كان ماشي بسيستم لغاية لما جيه أحمد حسن آه كان تغيير أحمد حسن لما جيه ودخل خط وسط ملعب الناد الأهلي حصل دروب الفترة بسبب إيه؟ بسبب تشابه أداء أحمد حسن مع مين؟ مع ابو تريكا كانوا الاتنين بيروحوا لنفس المناطق وأحمد حسن طول عمره بيلعب تمانية وبيحب يكمل عشرة ينزل استلم القرى ويخش يكمل أحمد حسن خالب جده والله أحمد حسن ده أسطوري ده أسطوري ليه؟ لعب ستة تسعة من عشرة يلعب تمانية تسعة من عشرة يلعب بلاي مايكر تسعة من عشرة كان حاجة رهيبة يعني فبالتالي لما جيه الفترة دي وقضى النص الملعب بقى فيه أزمة بينه وبين ابو تريكا مش عايفين لعبه مع بعض لأنه المكان ده يستحمل لعب واحد مبارح أفشة وإمام عشور اللي يبص على الملعب حيلاقيهم بيروحوا لنفس المناطق حتى التزديدات كانوا من اللي بيشوفوا تشوط الأول مر إمام عشور مر أفشة مر إمام عشور مر أهوما بيشنوا من بره مطاقة الجزاء وكل واحد من نفس المنطقة طيب لما أنت بتلعب بديانج مروان عطية إمام عشور ما بتلاقيش المشكلة دي ليه؟ لأن أسلوب لعب ديانج أسلوب لعب مروان عطية مختلف تماما عن أسلوب لعب إمام عشور وإمام عشور أكتر واحد في الثلاثة عنده نزعة هجومية وعنده نزعة صناعة لعب فبيسيبوله الحتة اللي قدام فهتلاقي دي من مبارات النادي الأهلي والثلاثة دي موجود أداء خط وسط النادي الأهلي أعلى لما تحطيه لقليميكر حتى لو تشتكر إحنا جئنا في فترة وقلنا إن كولر مؤمن بعد موجود مركز صناعة اللعب وحتى أفشة دلوقتي لما بيلعب ممكن ما تحسنه صناعة اللعب هو عايز يلعب يلعبه ثمانية لكن أفشة غصبا عنه دي في الدم ده مركزي فنباه راح ظهرت قوي وظهرت إن انت مش عارف توصل الرباع الأمامي لما الوقت بدأ يضغطك هادي برضو رقم إحنا أرقبنا هرا سبقية قوي شوطة تاني شوطة تاني النادي الأهلي من الديئة 62 62 لغاية الديئة 82 20 ساعة 20 ديئة كاملة مع عملتش غير كرة عرضية فيها شبه خطأ كرة عرضية واحدة كرة واحدة لأ عملت كتير بس اللي بولك فيها أعني شبه خطأ كرة عرضية فيها أكتب 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 مع فيش فرص أصلا ما فيش فرص هو حط أرباع أماميين عشان عايز يضغط سموحة ووقفهم هو أصلاً ما مش عايز يطلع إنت مش محتاج تحط أرباع أماميين هي المشكلة في التحرك هو تفاجئ بطريقة لعب سموحة وطريقة أداء أحمد سامي وما عارفش يعدل في التسامي أنا ما أضعش أقول الجمهور كده يا محمد عارف ليه؟ لأن احنا ديما بنقول إن هتبقى تسعين في المئة من مباراته في الموسم سواء محلياً أو أفريقياً هتلعب فرق بتلعب بالسيستم ده مش إحنا قلنا مفيش أناقاسة هما فرقتين بس اللي هيهجموك سانداونز والوداد بس دول اللي يبقى عندهم ها حتى فيراميز ناسهم ما بيهجمكش السنة يفاتي فيراميز لعب معك مفكرش يهجمك ترجمة نانسي قنقر